عقدت تلهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمئة النيل بين مصر والسودان اجتماعاً يومي 11 والثاني عشر من أكتوبر الجاري لبحث عدد من القضايا ذات الصلة جدد الجانبان خلال الاجتماع التزامهم الكامل بالتعاون مع دول حوض النيل في إطار المبادئ المتعارفة عليها دولياً والتي تحقق المنفع للجميع دون إحداث ضرر لأي من الدول كما أكدت مصر والسودان أن ما يسمى بالاتفاق الإطاري للتعاون في حوض النيل CFA غير ملزم لأي منهما ليس فقط لعدم انضمامهما إليه وإنما أيضاً لمخالفته مبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقضي وشدد الجانبان على أن مفوضية ست الدول الناشئة عن الاتفاق الإطاري غير المكتمل لا تمثل حوض النيل في أي حال من الأحوال